وبعد ثلاث ساعت من الانتظار خرج الدكتور من قوضة العمليات وجريه عليها علشان يتطمن على أمهم وهو ده قالت خير يا دكتور طمني إيه اللي حصل العملية نجحت صح أمي كويسة صح والدكتور رد عليها وقال لها للأسف يا بنتي أمك ما قدرتش تستحمل وماتت في قوضة العمليات بقى قول لا شد حيل لا لا أنت أكيد بتهزر حضرتك بتهزر مستحيل ده يحصل مستحيل ماما تسيبني وتمشي مش كفية علي يا بابا مش كفية علي يا سبني الوحدي في الدنيا دي وكمان هي عايزة تسيبني مستحيل ماما بتحبني وأنا عايزة أشوفها عايزة أشوفها يا دكتور ولولا آخر مرة قدوني عندها أرجوكم يا ماما وجريت على قوضة العمليات بسرعة وشافت أمها ووشها متغطي وراحت شالت الغطا ومسكت وشها بإيدها وحضنتها بالله عليك يا ماما ما تسيبنيش لوحدي رد علي يا ماما انت وعدتيني انك مش هتسيبيني ومي يلا ومع لشان نروح مع بعض أنا عارفة انهم بيكذبوا علي وانك ممتش ولا حانك دول كذبين وإيمان وهي بطايا ما تعملش في نفسك كده يا خد هي راحت عند اللي خلقها راحت عند اللي أحسن مننا كلنا ماما راحت لما كان أحسن بكتير من هنا واللي انت بتعملي في نفسك ده هيقزيها هو بيقزيها لا مستحيل يا ماما ماما وعدتني انها هي اللي هتجهزني يا مفرحي وهي وعدتني بكده وكان نفسها في كده استحيل استحيل تسيبني وحضنت أمها جامد وما كانتش راضية تسيبها لا يا ماما مستحيل وإيمان وهي بتعيك جامد يا رب صبرنا يا رب يخلك معنا وبعد مرور يوم من وفاة أمها وفي بيت ريان كان قاعد في مكتبه وبيراجع شوية وراء خبطت علي ده دفت ما ودخلت تفضلي يا دادة كنت عايزة حاجة اه يا ريان يا ابني كنت عايزة استأذنك ان نروح عز واحدة قريتنا باتت مبارح وما عنداش غير بنتي واحدة بس هرح ساعدها وقف جنبها دمها كانت ستة طيب أوي تفضلي يا دادة بس عايزة اسألك سؤال هي في النور النور نايمة فقضتها يا ابني أكلت ونامت خلاص ماشي يا دادة أنا هاخد بالي منها روح انتي حضر يا ابني وفي بيت هدى كانت وقفة في عزم متها وكانت لبسها دم سودة وبطعي الجامد وكانت وقفة جنبها صحبتها أمان اللي زي أختها بالزبط ودخلت عليهم دادة فاطمة بقى قول الله يا هدى يا بنتي ربنا يصبرك يا حبيب ربنا يخلك يا طنت فاطمة هتعمل اي يا بنتي بعد كده مش عارفة والله مش عارفة هعمل ايه ولا هعيش له أحد ازاي في البدة ولا هشتغل ايه مش عايزة روح المطعم ده تاني وإمان قالت لها ما تشليش همي يا حبيبتي أنا هبقى جنبك على طول وهتحس ان احنا عايشين مع بعض ومش هتحس انك واحدة أبدا حبيبتي يا امان ربنا يخلك لي يا رب ما تقلقش من ناحية الشغل أنا هشوف لك شغلي في الفيلا اللي أنا شغلة فيها وهبقى اتصل بك وقولك ماشي ماشي يا طنت فاطمة ومش عارفة اقولك ايه ما تقولش حاجة يا بنتي أمك كان خيرها علينا كلنا وده قال لها حاجة هعملها معك أنا همشي بقى دلوقتي يا بنتي علشان ما تأخرش على ريانبي مين ريانبي ده ده صاحب الفيلا اللي أنا بشتغل فيها بقى لمدة انسان محترم جدا ويباني انه اسف تعملاته لكن هو طيب جدا هو بالذات مع بنته لانها اغلى ما عنده ماشي توصلي بالسلامة الله يسلمك يا بنتي وفي صباح يوم جديد في بيت ريان كانت دادة فاطمة صحيد وجهزت الفطار وكانت راحت صحي ريان وراحت على قدته لاته مش موجود وراحت له في قدة المكتب لاته قاعد انتهينا يا ريان يا ابني صحي اللي بدري كده قوي هعمل ايه بس يا دادة ده أنا ما نمتش من مبارح كان عندي شغلة كتير ولازم اخلصه ربنا يا انك يا ابني كان في حاجة كنت عايز اقولها لك تفضل اقولي يا دادة فاكر البنت اللي قلت لك ان مامتها ماتت افاكرها يا دادة مالهم مش انت يا ابني كنت بتدور على مربية لنور بنتك ما تخلىها هي اللي تشتغل مربية وهي كمان محتاجة للشغل ده ضروري جدا وكمان هي مؤدبة جدا وطيبة وبتحب الاطفال ونور هتحبها بسرعة اه يا دادة كنت بدور وطالما جاي من طرفك انتي وكمان بتقولي عليها مؤدبة جدا فخلاص ماشي انا موافق بس اهم حاجة هي تكون موافقة على كل الشروط وتعيش هنا معنا في الفيلا علشان تقدر تخلي بالها من نور اقدر خلاص ماشي يا ابني انا هقول لها وان شاء الله توافق ان شاء الله وبقولي لي على ردها تمام ماشي انا هروح اتصل عليها دلوقتي وتعالى بقى يا ريان يا ابني علشان تفضل حضر يا دادة فاطمة وخرجت دادة فاطمة واتصلت عليها ده علشان تقول لها على الشغل قالو ايو يا دادة هعمل ايه كويس يا بنتي الحمد لله كنت عايز اقول لك اني لقيت لك شغل معي هنا في الفيلا بجد لقتي لشغل طب ايه هو هتشتغل مربية البنت ريان باش هشتغل مربية بجد انا فرحانة جدا انا بحب الاطفال جدا ربنا يفرحك يا بنتي انا قلت له انك طيبة ومؤدبة وبتحب الاطفال وهو وافق بس بشرط انك توفق على شروط الشغل شروط ايه انك تعيش معنا في الفيلا علشان تقدر يتاخد بالك من نور كويس ايه عيش في الفيلا معكو طب ليه طب انا ممكن ما عملش كده عادي هو اقدر اخد بالي من بنته كويس معليش يا هدى يا بنتي بس هو ده شرط ريان بيه علشان تقدر تشتغل مربية البنت خلاص ماشي هفكر وارد عليك علشان محتر جدا خلاص ماشي يا بنت براحتك خد الوقت اللي انت عايزاه وافكر براحتك بس خليك متأكدة لو وافقتي انا هكون موجودة معك على طول في الفيلا ومش هسيبك ابدا لوحدك ما تخافش يا حبيبتي تمام ماشي هفكر وارد عليك وقفلت معها ده ده فاطمة وبعدها راحت علشان تكمل شغلها وعنده ده والله مش هارفة اعمل ايه مش هارفة وافقه لا لا الموضوع مستهل بس انا فرحانة انا اشتغل مربية انا طول عمري بحب الاطفال انا اروح اتصل على امان علشان تيجي تقعد معي شوية وبعدها نخرج انا ازهقت من قاعدة البيت وكمان عايز اروح ازور ماما علشان وحش تناوي ولسه ما خلصتش جملتها لا تلبك بيخبط مين بيخبط علي دلوقتي بس وراحت تفتح لقيت امان زيك يا حبيب تعمل ايه كويس يا امان الحمد لله سبحان الله يا شيخ كنت بفكر ان اتصل بك دلوقتي جتي في وقتك والله خير ان شاء الله لا ان شاء الله خير كنت اتصل عليك علشان اقولك تيجي تقعد معي علشان زهقت من القاعدة الوحدي وكمان علشان نخرج شوية وهو بالمر احكي لك على ما حصل معي خلص ماشي يلا نخرج وتبقي تحكي لها على كل حاجة بس هنخرج فين معقولة ما تعرفش هنخرج فين يا امان هنروح طبعا نزور ماما علشان هي وحش تناوي وعايز احكي لها على كل حاجة حصلت معي من بعد ما سبتني وبعد كده نروح نوضع البحر شوية علشان وحشني وكمان بقى لي كتير ما عدتش عند البحر وعند الريان كان قاعد في الملها الليلي هو وزياد وكان قاعد لوحده على الترابيزة وبيشرب كتير وفجأة الوفونه رنب رقم غريب قالو من معي ريان الكابر مش معقول مش عارف صوتي هو انت عايز ايه تتصل علي لي دلوقتي لا مفيش كنت بفكرك بالعرض بتاعي فاكره ولا لا يا اما تقبله يا اما تنسى نور بنتك اللي اقول لي صحيح هي عاملة ايه ام العيون الزرقة ايه تكون فاكر انك لما تخب علي اي معلومات عنها يبقى انا ورجالتي مش هنقدر نعرف انت كان عندك بنتين ومن فترة ماتت واحدة منهم ولو فاكر اننا مش هنقدر نوصل لها تبقى غلطان وغلطان قوي كمان خليك فاكر كلامي كويس ولو ما نفسش كلامي واللي قلتلك عليه تبقى تنسى بنتك دي خالص سلام يا ريان هو ريان الف نفسه يولدل ازاي قدروا يوصلوا لها لازم اخد بالي من اي حد يدخل الفيلا الفترة الجاية دي وإلا نور بنتي هتبقى في خطر بس ما فيش حد بيدخل الفيلا غير انا وزياد ودادة فاطمة والبنت الجديدة اللي هتشتغل مربيا لنور دي معقول يكون هما اللي باعتنع لا مش معقول دي تبع دادة فاطمة وانا واصق في دادة فاطمة كتير جدا لان بقى لها كتير بتشتغل معايا في الفيلا وامرها ما عملت حاجة غلط واكيد اللي جاية من طرفها دي مش هتكون وحشة زي ما انا بفكر دلوقتي بس برضو لازم اخد بالي من الموضوع دا كويس جدا هو زياد قاله ملك يا ريان قعد لوحدك كده ليه وبتفكر في ايه اتصلوا علي وبيهددوني ولو ما قبلتش العرض بتاعهم هيموتوا بنتي نور ازاي دا يا ريان ازاي يعرفوا ان عندك بنت هو انت مش مفروض كنت مخبأ اي معلومات عنها وما حدش يعرف انك مخلف ايوة يا زياد مفروض كده ما حدش يعرف اي حاجة عن نور غيرك انت ودادة فاطمة بس هو انت يا ريان ناس دول يبقوا مين دول اخطر مفيا في العالم وانت بتشتغل واكيد هيقدروا يبصلوا لها اسمع كلام يا ريان اعمل اللي هم عايزينه اسمع يا زياد لو هم اخطر مفيا في العالم فانا ريان الكابر اللي الكل بيخاف مجرد ما يسمع اسمه وانت اكيد عارفني كويس انا ما بشتغلش عند حد انا بشتغل مع نفسي وبس همش بعمل غير اللي انا عايز اعمله هم بعملش حق غصب عني ابدا وهم ما يقدرش يخلوني اعمل اللي هم عايزينه ولو هددوني يبقوا غلطانين مش ريان الكابر اللي بيتلوا ادراعه عارف يا ريان بس مش بيدنا حاجة انا خايف لا يعمله حاجة في نور وبعدين انا مش عارف لين ترافض انك تعمل اللي هم عايزينه ما تخافش ما يقدرش يعمله اي حاجة في نور هم برضو عارفين انا مين وعارفين رد فعلا هيكون ايه انا رافض اللي هم عايزينه علشان انا مش عايزة اكون السبب فموت الاطفال اللي ملهمش زنب في اي حاج انا مقدرش استحمل اي حاجة تحصل لبنتي نور ماشي يا ريان ربنا يستر من اللي ممكن يحصل بعد كده وقفوا استكلمهم قربت عليهم شوشو الرقاصة وهي بتتنايل ازايك يا ريان بيه بقلك كتير مش بتسأل علي وريان ما كانش بيرد عليها وزياد قال لها زيك يا شوشو عاملة ايه ايه الحلوة دي كويس يا زياد بيه من بعد ما شفتكم هو بالذات ريان بيه فرحت قوي لما شفته واحنا كنا فرحنا لما شفناك لا يا زياد بيه انا ما شفتش كده من ريان بيه حتى مش راضي يكلمني ولا يبصيلي قول يا زياد للزيبالة اللي وقفة دي تمشي علشان بتعصب دلوقتي ومش عايزة شوفها قدامي وزياد قرب على ودن ريان زيبالة ايه يا عم انت الطول المزة دي تعس تكلمك انت مش شايفة دي سابتنا كلنا وجاء لك انت ما عرفش على ايه خليها تمشي يا زياد مش عايزة شوفها النهاردة ما لش خلق ان اشوف الاشكال دي النهاردة اللي كده بس يا ريان باشا هو انت ما تبسطتش معي اخر مرة ما كنا مع بعن انا ماشي يا زياد وقام وقف ريح فين بس يا ريان باشا ما لسه بدري وراح اتقربت منه وحطت ايدها على كتفه ورايان بص على ايدها اللي محتوطة على كتفه وراح ماسك ايدها جامد وفجأة يطر ايه لا يحسن لشوشو ويطر ريان هيعمل فيها ايه ويطر ايه لا يحسن معهودة وهل هتوفق انها تعيش في الفيلا مع ريان كل ده هنعرف الحلقة الجاية واللي وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته